تتوصل الاتهامات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول فيروس كورونا ومن أنشأه وثائق استخباراتية أمريكية أظهرت أن الصين تسترت على المعلومات الخاصة عن فيروس كورونا مع بداية انتشاره وعن مدى انتقال عدوه لتخزين الإمدادات الطبية من جميع أنحاء العالم تقرير استخباراتي آخر صدر عن وزارة الأمن الداخلية الأمريكية يقول أن القادة الصينيين أخفوا عن قصد هذا الوباء عن العالم بعد زيادة واردات المستلزمة الطبية وخفضت الصادرة منها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد وجود أدلها إلى على أن مصدر وباء كورونا هو مختبر في مدينة وهان الصينية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن المخابرات أبلغته أنه كان على سواب عندما اتهم الصين بعدم ذكر كورونا حتى أواخر شهريا يرى الماضي ليبقى السؤال الأهم من السبب في ظهور كورونا وتفشيه وما لديه مصلحة من ذلك وإلى أي نتائج ستفضي أزمة الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وبكين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر